موسيقى نشرة الاخبار من قناة عدن الفضائي اهلا ومرحبا بكم ونبدوها بالعناوين موسيقى سفير رئيس الجمهورية التقي سفيري الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة لدى بلادنا موسيقى مقتل عدد من الميليشيات الانقلابية خلال مواجهات مع الجيش الوطني والجيش الوطني يسيطر على عدد من المواقع في المخار موسيقى وتلجيش الوطني تتقدم في صعدة وتسيطر على عدد من المواقع بمحوار البقعة موسيقى اهلا بكم بعث فخامة الرئيس عبد الرب منصر هادي رئيس الجمهورية برقية تهنئة لنظيره الالماني فرانك فلترش تايم ماير وذلك بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده وعبر رئيس الجمهورية في البرقية عن احر التهاني واطيب التبركات له بهذه المناسبة متمنيا لفخامة الصحة والسعادة والحكومة وشعب جمهورية الماني الاتحادي صديق التقدم والاستهار استقبل فخامة الرئيس عبد الرب منصر هادي رئيس الجمهورية سفيري الولايات المتحدة الامريكية ماثيو تولر والمملكة المتحدة لدى بلادنا سيمون شيكليف جرى خلال اللقاء تناول جملة من القضايا والموضوعات المتصلة بالعلاقات الثنائية بين بلادنا وكل من الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة اضافة الى مستجدات الاوضاع ومنها ما يتصل بارساء معالم السلام بصورة عامة واكد رئيس الجمهورية حرصه الدائم نحو السلام المرتكز على المرجعيات الثلاث الاساسية باعتباره الخيار الاوحد والدائم وقال فخامة الرئيس نحن دعاة سلام وسنظل كذلك على الدوام والحرب فرضت علينا وعلى شعبنا من قبل الانقلابيين التابعين لتحالف الحوثي وصالح الذين ارتدوا على التوافق الوطني لفرض اجندة دخيلة على مجتمعنا وشعبنا واضاف رئيس الجمهورية ما حذرنا منه مرارا نراه اليوم واقعا في صنعاء عبر الاجندة الدخيلة التي لا يمكن لم يكن اخرها تغيير المناهج الدراسية بفكر طائفي مقيت وجدد فخامته حرصه الدائم نحو السلام انطلاقا من مسؤولياته تجاه وطنه وشعبه مؤكدا على تقديم المساعدة والدعم للمبعوث الاممي الى بلادنا اسماعيل ولد الشيخ في مهامه لتحقيق استحقاقات السلام وتطرق رئيس الجمهورية الى لقاءاته المثمرة في نيويورك على هامش مشاركته في اعمال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للامم المتحدة مع الجانب البريطاني والامريكي وكذلك لقائه بالامين العام للامم المتحدة انطونيو جوتيريس وصندوق النقد الدولي لدعم اعمار اليمن وتأسيس صندوقا في هذا الاطار واشار فخامة الرئيس الى جهود الحكومة وزياراتها الى مختلف المحافظات المحررة وصولا الى تعز لتطبيع الحياة والوقوف على احتياجات المواطن الاساسية في التنمية والخدمات وتثبيت دعائم الامن والاستقرار رغم جملة التحديات والصعوبات فيما عبر سفيرا الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة عن سرورهما بلقائهما فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي الذي يأتي لتعزيز التعاون والتشاور المتميز بين اليمن والولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا مثمنين الجهود التي بذلها ويبذلها فخامة الرئيس لمصلحة اليمن وتطبيع الحياة وتثبيت معالم الاستقرار في المناطق المحررة وتطلع السفيران الى عودة السلام والاستقرار الدائم لليمن بصورة عامة مجددين بوقف بلديهما لدعم الشرعية في اليمن وتعزيز التعاون والتشاور لتحقيق تطلعات السلام واهدافه النبيلة ودعم جهود المبعوث الاممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ كما تناول اللقاء جملة من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك حاضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي التقى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح السفير البريطاني لدى بلادنا سيمون شيركليف لمناقشة المستجدات والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين واطلع نائب الرئيس السفير البريطاني على التطورات وعددين من القضايا والموضوعات المرتبطة بالساحة الوطنية وما حققته الشرعية من انجازات على صعيد استعادة الدولة اليمنية وتطبيع الاوضاع في المناطق المحررة وجدد نائب رئيس الجمهورية التأكيد على حرص الشرعية على تحقيق السلام الدائم الذي يحمي ارادة اليمنيين ويحقن دماءهم السلام المرتكز على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الامن الدولي 2216 واشار نائب الرئيس الى ممارسات الانقلابيين وجرائمهم بحق ابناء الشعب اليمني واستمرارهم في التحشيد المسلح والسطو على الاملاك العامة والخاصة وتهديدهم الذي يتنامى يوما بعد اخر للامن والسلم الدوليين في ظل دعم عسكري ولوجستي من ايران كما ثمن نائب الرئيس موقف المملكة المتحدة المساند للشرعية واسهامها في اغاثة ومساعدة ابناء الشعب اليمني مؤكدا عمق العلاقات الثنائية بين بلدين الصديقين في شتى المجالات وحرص القيادة السياسية على تعزيزها من جانبه عبر السفير البريطاني عن سعادته بلقاء نائب الرئيس مؤكدا حرص بلاده على تحقيق السلام والاستقرار في اليمن واستعدادها تعزيز مجالات التعاون بين البلدين الصديقين ودعم جهود الاغاثة ثمن نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح التسهيلات التي منحها الاشقاء في مختلف الدول وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية الشقيقة لابناء الشعب اليمني ومراعاتها للظروف والاوضاع التي يعيشها اليمنيون جراء الانقلام جاء ذلك خلال لقائه وزير شؤون المغتربين علوي محمد باثقي لمناقشة اوضاع المغتربين اليمنيين وقضاياهم والاطلاع على المشاكل التي يواجهونها في البلدان المختلفة وعبر نائب الرئيس عن التقدير والشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ووزير الداخلية صاحب السمو الملكي عبدالعزيز بن سعود بن نايف لتوجهات سموهم بالبدء في عملية تحويل هوية زائر إلى إقامة نظامية وأكد نائب رئيس الجمهورية بأن هذه التوجهات الكريمة تجسد ما يجمع البلدين الشقيقين من محبة وعلاقة أخوية تاريخية وما يقدمه الأشقاء في المملكة من دعم مستمر لأبناء الشعب اليمني في ظل المحنة التي تعيشها البلاد بفعل الإنقلاب كما عبر عن الشكر والتقدير للقيادة الماليزية ولمعالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الماليزي على توجيه إدارة الهجرة والجوازات للتمديد بمنح الإقامة لليمنيين المتواجدين في ماليزيا خلال السنتين القادمتين الترحاب والاهتمام المستمر الذي يلقاه المغترب اليمني والطلاب الدارسين في الخارج في مختلف الدول الشقيقة والصديقة ومن ضمنها جمهورية السودان وجمهورية مصر العربية وأكد نائب الرئيس حرص القيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبد الرب منصرهاد رئيس الجمهورية على ترتيب أوضاع المغتربين اليمنيين في وطن الاغتراب وحل مشاكلهم قدر الإمكان ولن تتوانى في بدل المزيد للمغترب اليمني من أهمية في بناء الوطن لما للمغترب اليمني من أهمية في بناء الوطن ورفضه بالخيرات والتجارب الحياتية من جانبه عبر وزير شؤون المغتربين على إسهام نائب رئيس الجمهورية في تحقيق الكثير من النجاحات بمخاطبته الأشقاء والأصدقاء وأكدان بأن الوزارة لن تألو جهدا في متابعة أوضاع المغتربين وحل قضاياهم وتسهيل الإجراءات الخاصة بهم أكد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اهتمام الحكومة بتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة بمحافظة تعز استكمال عملية التحرير وترد ميليشيات الانقلاب التي عاثت في تعز وقتلت الأطفال والنساء وفرضت حصارا مطبقا على المدينة وقال نائب الرئيس خلال لقائه قائد المقاومة الشعبية بتعز حمود المخلافي ورئيس عملية محور تعز العميد عدنان زريق إن تعز التي تعرضت للقصف والحصار طيلة عامين تظهر اليوم بجمهوريتها وصمودها وانحيازها للمدنية ولخيار الدولة والسلم ونبذ العنف فتعز حاضرة الثقافة والإبداع ورمز للمقاومة والحرية والصمود مؤكدا بأن تكليف الوفد الحكومي لزيارة المحافظة يأتي ضمن اهتمام القيادة السياسية بقيادة فخامة رئيس الجمهورية وحرص الجميع على تلمس هموم المواطنين والاطلاع على الأوضاع عن كثب وأطلع المخلافي وزريق نائب الرئيس على المستجدات في المدينة وما تطلبه من جهود ودعم لاستكمال عملية التحرير وبسط سلطة الدولة منوهين إلى موقف أبناء المحافظة المشرف إلى جوار الشرعية وجيشها الوطني وتقديمهم في سبيل ذلك التضحيات الجسيمة بعث رئيس الوزراء الدكتور رحمد عبيد بن دغر برقية عزاء في وفاة وكيل وزارة الثروة السمكية الدكتور أسامة إبراهيم الماس الذي ارتقت روحه إلى باريها بعد معاناة مع المرض في أحد مستشفيات موسكو وقدم رئيس الوزراء عظيم تعازيه في وفاة المغفور له بإذن الله أسامة الماس لشقيقه الكابتن أبو بكر الماس ولأسرة الفقيد وكل محبي مؤكدا بأنه برحيل الدكتور أسامة خسر الوطن أحد رجاله المخلصين المنتصرين للقضايا الوطنية وحقوق الإنسان ونوهى الدكتور بن دغر بأن الماس كان شعلة متقدة بالحماس والنشاط فهو شخصية متعددة المواهب وأفنى جل عمره في خدمة مدينته عدن التي عاشق أرضها وأهلها وعاش من أجلها مضحيا بكل ما يملك وعبر رئيس الوزراء عن عظيم تعازيه لأهل ومحبي الفقيد وكافة أسرة آل الألماس مبتهلا إلى الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان التقى رئيس الوزراء الدكتور أحمد دوبيد بن دغر بالنائب العام للجمهورية الدكتور علي أحمد الأعوش وناقش معه جملة من القضايا المتعلقة بالنيابات العامة وآلية تعملها في المحافظات المحررة وفي اللقاء اطلع رئيس الوزراء على تقارير موجزة حول ما تم إنجازه في مختلف النيابات العامة وقضايا السجناء في الفترة الماضية كما استمع إلى حديث النائب العام حول أوضاع السجون ونوع القضايا التي وردت إلى النيابة وآليات التعامل معها وأكد الدكتور بن دغر استعداد الحكومة تسهيل الصعوبات التي تواجه أداء النيابة العامة موجهان الجهات المعانية بتذليل كافة التحديات من إصلاح أوضاع السجون وتفعيل إجراءات الضبط القضائي وذلك لتفعيل عمل القضاء وتقديم كل ما يتطلبه من إمكانيات لتحقيق مبدأ العدالة والقانون في المجتمع أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد دوبيد بن دغر على الأدوار الكبرى التي اتقع على عاتق قيادة وأفراد محور العند واللواء 131 مشاه مشيدا بحجم التضحيات التي قدمها في مواجهة الميليشيات الانقلابية ودحرهم خائبين من مختلف المناطق والجبهات جاء ذلك خلال لقائه قائد محور العند واللواء 131 مشاه العميد الركن ثابت مثنى جواس الذي استعرض جملة من المهام المنطط بمحور العند واللواء 131 مشاه ودوره في مواجهة ميليشيات التمرد والانقلاب مؤكدا جاهزية المحور للقيام بالمهام المستقبلية التي تكفل بناء جيش وطني يدافع عن الوطن وأشهد رئيس الوزراء بالسجل النظالي الحافل الذي يتميز به القائد ثابت جواس قائلا لن ينسى التاريخ ما حققتموه من انتصارات وطنية عظيمة كنتم وما زلتم قادة مخلصون تعملون بكل تفاين وإخلاص لإعلاء راية الوطن والدفاع عن أرضه بكل ما تملكون من قوة وعزة وشموخ أكد رئيس الوزراء عزم الحكومة انطلاقا بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية القائد العلى لقوات المسلحة لاستعادة دور قاعدة ومعسكر العند في بناء الجيش الوطني اليمني والاطلاع بمهامها الكبيرة في التجنيد والتدريب كما كان في السابق وشدد الدكتور بن دغر على ضرورة المضي بخطا واثقة في سبيل بناء الجيش الوطني على أسس وطنية جامعة ترسي مداميك جيش يحمي الوطن ويذود عن سيادة أراضيه دانت الجمهورية اليمنية بشدة حادث التفجير الإرهابي الذي وقع في العاصمة البحرينية المنامة وأسفر عن إصابة عدد من رجال الشرطة وأكدت وزارة الخارجية في بيان انتلقت وكالة الأنباء اليمنية سبع نسخة منه أن مثل هذه الأعمال الإرهابية تتنافى مع كل القيم الإنسانية والأخلاقية والدينية وجددت الوزارة موقفها الرافض للعنف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأنواعه ومهما كانت دوافعه ومسبباته داعية المجتمع الدولي إلى الوقوف صفا واحدا في مواجهات مثل هذه الأعمال الإرهابية التي تستادف الأبرياء وتقلق السكينة العامة كما أكدت وزارة الخارجية وقف الجمهورية اليمنية إلى جانب مملكة البحرين الشقيقة في مواجهة الإرهاب والعناصر المتطرفة وفي كل ما تتخذ من إجراءات من أجل الحفاظ على أمنها واستقرارها مؤتمنية للجرح والمصابين الشفاء العاجلة التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبد العزيز جباري والوفد الحكومي المرافق له القضاة وأعضاء المحاكم والنيابات في محافظة تعز وعبر جباري عن شكره للقضاة وأعضاء النيابات الذين صمدوا في ممارسة مهامهم وأداء واجبهم في تسيير قضايا المواطنين وحل مشاكلهم في ظل الحرب التي شنتها ميليشيات الحوثي وصالح على تعز وقال في لقائه إننا نتفهم احتياجاتكم ومطالبكم وحاجة المؤسسات إلى إصلاح الأضرار من أجل عودة العمل في المحاكم والنيابات التي استهدفتها صواريخ وقذائف ميليشيات الحوثي وسنعمل على معالجة وتدليل الصعوبات وإزالة العوائق التي تتيح المجال لممارسة القضاة مهامهم في الفصل وحل المنازعات والمشاكل وكذلك النيابات ودع جباري بقية القضاة إلى العودة إلى المحاكم ومزاولة أعمالهم مشيرا إلى أن الوفد الحكومي سيقوم برفع كافة المطالب والاحتياجات الطارئة لتمكين النيابات والمحاكم من العودة إلى العمل وبالشكل الطبيعي كما التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية أعضاء نقابة المحامين بتعز وأكد أن النقابات والجمعيات بذلت جهودا مضاعفة للإسهام في تسيير الأمور في ظل الحرب مضيفا أن تعز في هذه المرحلة بحاجة إلى تكثيف الجهود والتفاف الجميع للدفع بها لتحقيق نجاحات في تفعيل مؤسسات الدولة أسوة بالانتصارات التي تحققت في ميدان المواجهات فكل أبناء تعز يستحقون الشكر على صمودهم في وجه الآلة العسكرية والحصار الخانق والدمار والمعاناة وإفراز الحرب المؤلمة وأشهد نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية بدور المحامين في تحقيق العدالة وإنصاف المظلومين حضر اللقاءات وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب بفتح ووكيل وزارة النفط والمعادل المهندس شوقي المخلافي ووكيل المحافظة دكتور عبدالقوي المخلافي أقامت مؤسسة فجر الأمل الخيرية بمحافظة تعز حفلا خطابيا بمناسبة العيد الخامس والخمسين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة وذلك بحضور الوفد الحكومي برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبدالعزيز جباري وفي الحفل نقل نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية للحاضرين تحيات فخامة الرئيس عبدالرب مصرهاد رئيس الجمهورية الذي وجه الحكومة بالتعامل مع تعز كمحافظة محررة مؤكدا الحكومة ستبذل قصار جهدها في تفعيل مؤسسات الدولة وعودة الحياة وحل كافة الإشكاليات التي تعاني منها المحافظة لتجاوز هذه المرحلة الصعبة وقال جباري من هنا من تعز وجه رسالة إلى الشرعية وقوات التحالف العربي أنه حان الوقت لاستكمال تطهير تعز من عناصر الميليشيات التي تعيش في حالة انهيار عسكري ونفسي وتكثيف الجهود نحو تعزيز أدوات الأمن والاستقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها وشدد على ضرورة تكاتف الجميع لمواجهة التحديات والعمل على حل كافة الإشكاليات وتوحيد كل الإمكانيات لمساندة الأبطال في متارس البطولة والشرف والانتصار لقضية الوطن العادلة مشيرا إلى أن تعز تمتلك مخزورا كبيرا من الوعي والفكر والثقافة وصناعة الرأي وكل الأدوات ينبغي توحيدها في مواجهة العدو الذي يتربص بهذه المدينة المسالمة وتضمنت الكلمات التي ألقيت في الحفل إشادات بالنجاحات التي حققها الوفد الحكومي الذي يزور تعز في حل حلة القضايا والمشاكل العالقة وأن مشاركتهم أبناء تعز احتفالاتهم بعياد الثورة خطوة متميزة وملامسة همومهم ومعاناتهم انتقد وزير الإعلام معمر الإرياني صمت الكثير من المنظمات الحقوقية والإعلامية الدولية تجاه التعذيب والتنكيل الذي يتعرض له الصحفيون اليمنيون داخل سجون الميليشيات الإنقلابية وخارجها وقال وزير الإعلام في تصريحا لوكالة الأنباء اليمانية سبا إن هذا الموقف المخزي يضع علامة استفهام كبيرة ويعد تشجيعا للميليشيات على الاستمرار في ممارساتهم القمعية في حق وسائل الإعلام والعاملين فيها وأضاف في الوقت الذي تواصل ميليشيات الحوثي اختطاف أكثر من سبعة عشر صحفيا وتحيل عشرة منهم إلى محكمة الإرهاب وتمنع عنهم الغذاء والزيارة تقف المنظمات ووكالة الأنباء العالمية صامتة مع أنها تتسابق لتوجيه سهام نقدها العنيف إلى بلدان وحركات أخرى لمجرد إيقاف صحيفة أو سحب ترخيص عمل لأحد الصحفيين وتأسأل الوزير الإرياني في تصريح ماذا تريده هذه المنظمات ووسائل الإعلام الدولية من ممارسات قمعية أكثر من ما تفعله الميليشيات الحوثية لتتخذ موقفا أخلاقيا تجاه ذلك موضحا أن الميليشيات جعلت العاصمة ومناطق سيطرتها خالية من الصحافة والصحفيين ونهبت وأغلقت كل الصحف ووسائل الإعلام المستقلة والمعارضة والمعارضة وأذاقت أصحاب الرأي وأصناف التعذيب وهي اليوم تقدم على منع الأغذية والزيارة عن المختطفين الصحفيين في سجونها التقى وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح في محافظة تعزر وأسياء ممثلي المنظمات الإغاثية في المحافظة وتطرق اللقاء إلى مناقشة العمليات الإغاثية التي تم توزيعها والتقارير والخطط التي بمجيبها توزع المساعدات الإغاثية المقدمة للمحافظة سواء من مركز الملك سلمان للإغاثة أو المنظمات الإغاثية الأخرى وأكذا الأوضاع الإنسانية التي تعيشها تعز جراء الحرب التي تشنها ميليشيات الحوثي وصالح على أبناء تعز منذ ما يقارب ثلاثة أعوام واستعرض فتح خارطة توزيع المساعدات المقدمة من المنظمات والمؤسسات والإيجابيات والسلبيات التي رافقت توزيع الإغاثة مؤكدا على ضرورة التعامل بشفافية مطلقة وأن اللجنة العليا للإغاثة تراقب عن كثب عمليات التوزيع والاختلالات التي رافقت أداء بعض المنظمات وأنها ستتعامل بكل شفافية ووضوح وإطلع الرأي العام بالمنظمات المخالفة اتخاذ إزاءها الإجراءات العقابية الملائمة وأشهد الوزير فتح بالدور الكبير لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ودعمه اللامحدود لأعمال الإغاثة في تعز وكل المحافظات وكذلك هيئة الإغاثة الكويتية وكل دول التحالف العربي التي بادرت إلى تقديم المعونات التي أسهمت بشكل فاعل في تخفيف المعاناة الإنسانية في تعز واليمن بشكل عام داعينا المنظمات والبرامج الدولية لتقديم المساعدات الإغاثية لمحافظة تعز الأكثر سكانا والأكثر معاناة جراء الحصار الظالم الذي تفرض ميليشيات الحوثي وصالح على المدينة حضر اللقاء وكيل المحافظة رئيس اللجنة الفرعية للإغاثة المهندس رشاد الأكحلي تسلم رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين أوراق اعتماد سفير بلادنا فوق العادة ومفوضا للجمهورية اليمنية لدى روسيا الاتحادية الدكتور أحمد سالم الوحيشي ونقل السفير الوحيشي للرئيس الروسي تحيات فخامة الرئيس عبدالرب منصرهادي رئيس الجمهورية وتمنياته للحكومة والشعب الروسي الصديق مزيدا من التقدم والازدهار وتقديره لمواقف روسيا الاتحادية الثابتة في دعم اليمن وحكومته الشرعية في جهودها لإحلال السلام استنادا إلى المرجعيات الثلاث وعرب الرئيس الروسي عن اعتزازه بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين مؤقدا حرص بلاده على إحلال السلام في اليمن متمنيا أن تتغلب بلادنا على الأوضاع التي توجى بهها وأن تعود إلى وضعها الطبيعي لتتمكن من القيام بدورها البناء على الصعيد العربي والدولي خبارنا الميدانية قتل سبعة من عناصر ميليشيات الحوثي وجرح ثمانية آخرون في اشتباكات بين قوات الجيش الوطني والميليشيات في جبهة بيحان جنوب محافظة تعز وفي منطقة الربعي غرب المدينة ووضحت مصادر ميدانية أن الجيش الوطني صد هجوم للميليشيات في تبة الخزان بجبهة لكبوش مدرية حيفان جنوب تعز وفي الجبهة الغربية أحبطت قوات الجيش الوطني محاولة تسلل من منطقة الرابعي باتجاه مواقع الجيش في قرى الصياحي سيطرت قوات الجيش الوطني التابعة للمنطقة العسكرية الرابعة وقوات التحالف العربي على منطقة الهامل بعد مواجهات عسكرية مع ميليشيات الانقلاب وهذه المواقع تلعب دورا مهما في تواجد الانقلابيين في إقليم الساحل في منطقة الساحل الغربي وتمد العديد من الجبهات التي يسيطر عليها الانقلابيون بالسلاح والعتاد فيما سقط في قبضة المقاومة والجيش الوطني عدد من مقاتلي الميليشيات حررت قوات الجيش الوطني مواقع جديدة بمحور البقعة شمال محافظة صعدة من سيطرة ميليشيات الحوثي وأكد مصدر عسكري بمحور البقعة التابع للمنطقة العسكرية الخامسة أن لواء الفتح خاض معركة بطولية ضد ميليشيات الحوثي بجبهة ثار صلة تمكن فيها من تحرير أربعة مواقع وقال المصدر أن المواقع التي حررها أبطال الجيش الوطني هي تبت عبد العزيز ومواقع الشيبات أشطيبات وتقع على مشارف كتاف وأكد المصدر أن أبطال الجيش الوطني تمكنوا خلال العملية العسكرية من اغتنام أسلحة بينها قضائف اير بي جي وصواريخ لو وأسلحة شخصية استدفت مقاتلات التحالف العربي آليات وتجمعات للميليشيات الإنقلابية في مدرية سرواح غربي محافظة تمأرب وكثفت مقاتلات التحالف العربي من غاراتها الجوية على مواقع मيليشيات الحوثي في مختلف الجبهات كما جددت مقاتلات التحالف العربي قصفها مواقع ميليشيات الحوثي وصالح في محافظة الصعدة وقالت مصادر محليين مقاتلات التحالف استهدفت بست غارات مواقع لميليشيات الحوثي في منطقة القهر التابعة لمدرية باقم الحدودية مع المملكة العربية السعودية ناقش محافظ محافظة حظر موت قائد المنطقة العسكرية ثاني اللواء الركن فرج سالمين البحسني مع نائب رئيس فريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بحظر موت أحمد محمد النيادي عددا من المشاريع التي نفذتها الهيئة إلى جانب عدد آخر من المشاريع التي تحتاجها المحافظة في عدد من المجالات وناقش الصوبات التي تقف عائقا في طريق صرف الوحدات السكنية لمشروع مدينة الشيخ خليفة كمشكلة كشوفات المستحقين وشبكتي المجاري والكهرباء وخط الإسفلت وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من الإشكاليات المتعلقة بكشوفات المستحقين وإنهاء موضوع التوزيع كما وجه بسرعة تجهيز دراسات لمشاريع البناء التحتية من قبل مدراء العموم المختصين كلا في مجاله كما ناقش مشروع الترميم مركز بلفقية الثقافي وتشطيب وتأثيث مستشفى الأممة والطفولة بالمكلة ودعم مستشفيات المحافظة بالمحاليل والأدوية التي تنقصها إلى جانب ترميم مستشفى حجر وبناء جسر المعابر بها أشهد محافظ أرخبيل سقطر أحمد عبدالله السقطر بالاهتمام الذي توليه دولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير قطاع التربية والتعليم في المحافظة أكد السقطري خلال لقائه بوفد دولة الإمارات الذي يزور المحافظة حاليا للاطلاع على وضع التعليم أشار أن الدعم الإماراتي لقطاع التعليم أعطى أملا كبيرا للمجتمع ككل بتنمية هذا القطاع الهام الذي يمثل البوابة الأساسية في تنمية مختلف القطاعات الحيوية والخدمية والاقتصادية حضر اللقاء مدير عام التربية حسن الشيخ وأمين عام محلي حديب عبدالحليم محمد بشنا محافظ أرخبيل السقطر أحمد عبدالله السقطري صرف مستحقات المستفيدين من الرعاية الاجتماعية بالمحافظة بدعم من منظمة اليونسيف وتنفيذ آيبكس للاستشارات بسقطر وبلغ عدد المستفيدين من ضمان الرعاية الاجتماعية بمحافظة سقطرة ستة ألف وخمسمية واثنين مستفيد وفي التدشين حثى المحافظ السقطري لجان الفحص والتحقيق والصرف إلى بذل أقصى الجهود اللازمة في عملية الصرف واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع ازتحام المستفيدين أمام اللجان أكد السقطري استعداد السلطة المحلية على تدليل كافة الصعوبات التي تواجه عمل اللجان من جانبه أوضح مشرف اللجان في المحافظة حسين الدعره أن اللجان مقسم بين مديريتين المحافظة والمكون من فريق الفحص والتحقيق لتسهيل عملية الصرف وتخفيفين من المعاناة لدى المستفيدين من التنقل لمركز المحافظة قام رئيس هيئة العمليات العسكرية المشتركة لواء الركن ناصر بارويس وقائد المنطقة العسكرية الرابعة لواء فضل حسن العمري بزيارة للكليات العسكرية للاطلاع على سير التجهيزات والاستعدادات الجارية للعرض العسكري للاحتفاء بالذكرى الرابعة والخمسين لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة وخلال الزيارة اطلع على البروفات الأولى لسراء المشاركة في العرض العسكري التابع للوحدات العسكرية وسرايا الكلية العسكرية واشاد قائد المنطقة العسكرية الرابعة بالأداء المتميز من قبل السرايا المشاركة في العرض العسكري من مختلف الوحدات العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الرابعة وأشار اللواء العمري أن ما تشهده العاصمة عدن والمحافظات الأخرى من احتفالات متواصلة هو بفضل من الله وبفضل التضحيات الأبطال من المقاومة والجيش الوطني الذين يواصلون حتى اللحظة الذود في مطاردة الميليشيات الانقلابية في كل جبهات القتال المختلفة داعينا الجميع بأن يكون ولائهم لله ومن ثم للوطن والقيادة الحكيمة مثلة بالقائد الفذ عبد الرب منصور هادي الذي يؤكد على ضرورة الإسراع في بناء الجيش الوطني بعيدا عن الولاءات الشخصية والمناطقية التي انتهجها المخلوع علي عبد الله صالح حضر تدشين عدد من مدراء الدوائر العسكرية وقيادات الألوية القتالية والوحدات الإدارية ووكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي ونائب مدير أمن قوات قائد القوات الخاصة بمحافظة الحديدة العقيد صادق عطية شهد وكيل أول وزارة الداخلية اللواء محمد سالم بن عبود تدشين الدورة التدريبية لدفعة الأولى من المجندات في الشرطة النسائية والتي تؤسس لأول مرة في محافظة مأرب عاصمة إقليم سبا التفاصيل في سياق التقرير التالي الأول وزارة الداخلية اللواء محمد سالم بن عبود مع مدير أمن المحافظة العميد علي عبد الله طهر الدورة في تدريبية الأولى لمنصبات الشرطة في مجال الشرطة النسائية والتي تؤسس هنا الأول مرة في محافظة مأرب في الدورة التدريبية أكد وكيل أول وزارة الداخلية على أهمية وقود الكادر النسائية في هذه المحافظة بما يطلع به من مهام مجاسيمة في مجال الشرطة وتعزيز الآن منه وخدمة المجتمع تأسيس الشرطة النسائية في محافظة مأرب له دور كبير إن شاء الله وسيكون دافع للعمل وسيكون أيضا له ما بعده في مجال الضبط الأمني في محافظة مأرب بإذن الله نشكر للسلطة المحلية في المحافظة وللقيادة الأمنية في المحافظة وعلى رأس السلطة المحلية اللواء سلطان بن علي العرادة وعلى رأس السلطة الأمنية العديد الرقم اللي طاهر يدعان الشرطة في محافظة مأرب وباقمه ومن دوعته المتميزة المواب ودراء الإدارات والمرافق المختلفة وأنتم أيضا أخواتي أصبحتم جزء من هذه المؤسسة ومن هذه الإدارة التي تعتني عناية فائقة لتحقيق الأمن والاستقرار في محافظة مأرب الدورة الجنبية الأولى للكادر النسائي في مجال الآي شرطة هنا بالمحافظة تنتل آمية النكبير باعتبار المحافظة تسعين كبيرا في السكان والإنشطة المختلفة وبفعل استقبالها لأعدل كبيرا من النازحين والمهجرين من مختلف محافظات الجمهورية أولا قد تم استيعاب هذه الثلاثين شرطية في هذه الدفعة وهذه الدفعة هي النواة الأولى بتأسيس شرطة نسائية في هذه المحافظة وستتبعها إن شاء الله دفع أخرى سيتم أيضا تدريبهم وتأهيلهم والتفبع إلى فروع ووحدات الأمن المختلفة لأدى واجبهم إلى جانب أخوانهم في الشرطة تشهد دور سيتم الأولى للدفعة الأولى من الشرطة النسائية هنا بمحافظة معربة تنفيذ برنامج الجمهورية للمجندات لتأهيلهم في العمل الشرطوي والأمني على مسؤول المحافظة والمديريات افتتحنا اليوم أول محاضرة للشرطة النسائية وأول لبناء من اللبنات الأمنية من العنصر النسائي فاللجنة من هذا الأبناء لها أهمية خاصة حيث أنه رافض للرجل وخصوصا في القضايا النساء وقضايا التفتيش وقضايا الأمنية المختصة بالعنصر النسائي بتأسيس شرطة النسائية تكتمل البنية الأساسية لمؤسس الدولة في عاصمة أغليم السبع لقناة عدد الفضائي محمد الجداسي محافظة معرب اطلع أمين وعامل المجلس المحلي بمحافظة عدن بدر معاون على أوضاع المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم بعدن وموقع مضخة الصرف الصحي في مدارية المنصورة والتقى معاون بنائب مدير المؤسسة أحمد الموريسي وعدد من عضاء الإدارة والعاملين بالمؤسسة وناقش معهم أوضاع المؤسسة والصعوبات التي تواجه سير العمل فيها وتوفير الإمكانيات الضرورية لعودة نشاطها بعد تعرضها للنهب بعد الحرب التي شنتها ميليشيات الحوثي على عدن وأكد أنه سيقوم برفع تقرير متكامل حول أوضاع واحتياجات المؤسسة العامة للمسالخ إلى الجهات المعنية لإيجاد الحلول اللازمة وتوفير الاحتياجات التي من شانها عودة نشاط المؤسسة وعلى صعيد متصل استمع معاون خلال زيرته إلى موقع مضخة الصرف الصحي بمدارية المنصورة من العاملين في المضخة إلى شرح شامل حول آلية عملهم والمشاكل المعيقة للعمل مشددا على ضرورة القيام بأعمال الصيانة الدورية للمضخة لتفادي تواقفها بين الحين والآخر وعدم التسبب بطفح مياه الصرف الصحي إلى الشوارع الحفاظ على المواطنين من الإصابة بالأمراض والأوبئة التقى الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة أبيان مهدي محمد الحامد وفد الهيئة الكويتية للإغاثة برئاسة رائد إبراهيم قاسم وناقش اللقاء المواضيع المتعلقة بدعم الشعب الكويتي لليمن في العديد من مجالات الإغاثة وعبر الأمين عن التقدير الكبير لما يقدمه الأشيقاء الكويتيين من دعم سخي في كل المجالات وخصوصا الإغاثين وأشار المسؤول الكويتي لأن الهيئة الإغاثة الكويتية ستقدم وبمناسبة العام الدراسي الجديد ثمانية آلاف حقيبة مدرسية لطلاب المدارس الأساسية وتقديم الدعم للمواطنين الذين دمرت منازلهم في إطار التخفيف من آثار الحرب التي شنتها ميليشيات الحوثي وصالح على الشعب اليمني وأكد أمين محلي أبيان أن السلطة المحلية في المحافظة ستكون عونا لتسهيل مهام الهيئة الكويتية للإغاثة أكد وكيل محافظة حضر موت لشؤون مدريات الوادي والصحراء عصام محبريش الكثير على أن استقرار وتأمين العملية التربوية والتعليمية أمان لمستقبل الأجيال القادمة وطلب الوكيل الكثيري خلال ترأسه دورة المكتب التنفيذي لمدرية تريم جميع أبناء المحافظة بالالتحام ورص الصفوف للتغلب والتعاون وتحمل المسئولية مسئولية الأمن والاستقرار بمدريات الوادي والصحراء لافتا إلى أن استقرار وأمن حضر موت يتحمله كل مواطنا بالمحافظة ودعا الوكيل رجال الخير والأعمال ومنظمات المجتمع المدني إلى التعاون مع السلطة المحلية في تحسين مستوى الخدمات الأساسية لتجاوز الصعوبات والمعوقات الناتجة عن الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد اطلع وكيل محافظة حضر موت لشؤون مدريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثير اليوم بالمعهد العالي لتدريب وتأهيل المعلمين بسيئون على سير امتحانات تأهيل معلمات الريف لنيل درجة الدولون واستمع الوكيل الكثيري من نائب عميد المعهد لشؤون الأكاديمية إلى شرح حول الامتحانات التي تخضع لها قرابة ثمان وعشرين معلمة موزعة في اثنتين عشر في اثني عشر مقرر دراسي ودع الوكيل الكثيري الطالبات إلى المثابرة وبدل المزيد من الجهد للحصول على الدبلوم تمنيا لهن التوفيق والنجاح في الامتحانات دشنا بلدشنا بمستشفى تريم بمحافظة حضر موت العمل بجهازي الايكو لأمراض القلب وجهاز سي ار ام وملحقاته لعمليات العظام وتبلغ كلفة الايكو المقدم من مؤسسة بن كردوس لتنمية تسعين الف ريال سعودي فيما اس ار ام مقدم من مؤسسة الألطاف الطبية الخيرية بمدينة تريم وفي حفل التدشين اشد وكيل محافظة حضر موت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الصام الكثير بالدعم اللامحدود الذي يقدمه رجال الخير والاعمال على مستوى المجال الصحي والتعليمي داعيا رجال الخير والاعمال إلى التنافس في مثل هذه المشاريع التي ستسهم في تخفيف عبئ وعناي ارتفاع الكلفة والسفر إلى الخارج للمرضى في ظل الصعوبات المعيشية التي يعانيها المواطن دشن الاخ الدكتور حسين يونس حسن مدير منظمة الصحة العالمية في عدن اعمال الدورة التدريبية لمنسقية ترصد الوبائي في المديريات الجنوبية والشرقية التي تنفذها مؤسسة الصحة والتعليم للتنمية بالتعاون مع شبكة الشرق الوسطية للصحة العالمية المجتمعية ضمن برنامج تمكين للصحة العامة الدورة المكثفة التي ستستمر عشرة ايام من معدل البرنامج الكامل للمشروع استهدفت منسقية الترصد الوبائي بمديريات المحافظات الجنوبية والشرقية إضافة إلى مأرب والجوف وتعز والتي تهدف إلى إكساب المشاركين مهارات الترصد الوبائي والاكتشاف المبكر للمرض وتحسين جودة البيانات ورفع التقارير بشكل علمي وحديث وخلال التنشين أكد دكتور حسين يونس بأن منظمة الصحة العالمية تعمل مع شريكها الرئيسي وزارة الصحة العامة والسكان في الجمهورية اليمنية لتعزيز النظام الصحي وتأهيل الكادر وتحسين الخدمات الصحية من جانبها شكرت الدكتورة أسماء دريب المدير التنفيذي لمؤسسة الصوت مدير المنظمة منظمة الصحة العالمية في عدن والإخوة الضيوف والمدربين والمشاركين في الدورة الذين تقشموا عشاء عناء السفر وصلوا من محافظات شتى إلى عدن للتزود بمهارات الترصد الوبائي والاكتشاف المبكر للمرض برعاية محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة نظمت الإدارة العامة لتنمية المرأة حلقة نقاشية بعنوان دلالات الاحتفال وعظمة الثورة احتفاء بعياد ثورتي سبتمبر وأكتوبر مزيدا من التفاصيل في سياق التقرير التالي نظمة إدارة العامة لتنمية المرأة هنا بمحافظة مأرب عاصمة تقليم سبا حلقة نقاشية بعنوان دلالة الاحتفال وعظمة الثورة احتفاء ابتهاجيا بعد ثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر في الحلقة النقاشية أكد وكيل محافظة شركة دارية عبدالله أحمد الباكري على أهمية وعظمة الثورة اليمنية ودلالتها والاحتفال بها بهذه المناسبة مؤكدها دور وأهمية المرأة في هذا الجانب ودورها النظالية أثناء ثورة اليمنية ودورها المجتمعي في خدمة المجتمع والأمن والاستغرار أنا أريد أن أكد أنه من منجزات الثورة اليمنية الطفرة العلمية أو الثورة العلمية في المجتمع اليمن ما قبل 62 كان ليجد كتاتين كتاتين اليوم المجزات الثورة الجامعات الأكاديميات العسكرية والأمنية والمعاهد والدراسات العليا شوفوا وين احنا وين كنا لا ليس هناك وجه للمقارنة ف لذلك أنا أكد عليه أنه بفضل الثورة اليمنية أنه دفع كثير من الأخوات وجداً فرص تعليمية ما كانت المرأة تحلم بها ولا كان الرجل أيضاً يحلم بها تأتي هذه الفعالية في طال الأنشطة والفعاليات التي تنظمها لدارة العامة التي تنظر هنا بمحافظة مارب احتفان وابتهاجاً بعيد ثورة اليمنية الخالدة جاءت فعاليتنا لهذا اليوم الحلقة النقاشية الخاصة بالمرأة متزامنة بعيدة الثورة الوطنية المجيدة 26 ستمبر و14 أكتوبر لما لها من أهمية وماذا حققت الثورة للمرأة وأيضاً ما هي الرؤية المستقبلية للمرأة في هذا الجانب يعيش الوطن أرضاً من سنة أفراحاً عامرة بمناسبة العيد الخامس والخمسين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر والعيد الرابع والخمسين لثورة الرابع عشر من أكتوبر وذلك في طال احتفالة بالهاجات التي اشهد الوطن بمناسباته الوطنية وعياده سبتمبر وأكتوبر لقناة عدد الفضائية محمد القداسي محافظة مارب التقى مدير عامي مديرية البريقة بمحافظة عدن هاني محمد اليزيدي عدداً من عمال المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في المديرية وفي اللقاء استعرض اليزيدي جملة من القضايا التي تعانيها مديرية البريقة من ضعف وانقطاع المياه وتهالك شبكة مياه الصرف الصحي في عدد من مناطق المديرية بالإضافة إلى انعدام لشبكات المجاري في بقية المناطق بنسبة ستين في المياه وشدد مدير عام المديرية ضرورة قيام العاملين بواجبهم على أكمل وجه في معالجة المشاكل الطارئة أولاً بأول مؤكداً بأن قيادة السلطة المحلية بالمديرية تولي الخدمات الأساسية الضرورية جل اهتمامها لانهوض بها بشكل أفضل رغم شحة الإمكانيات وثمن مدير عامل مديرية الجهود الكبيرة التي يبذلها مدير عامل مؤسسة سالمين علوي في ظروف غاية في الصعوبة داعياً كافة العاملين إلى الوقوف جنباً إلى جنب مع قيادة المؤسسة والذي يسعى جاهداً في انتشار الوضعية الحالية للمؤسسة والمهددة بالانهيار حضر اللقاء نائب مدير المنطقة الثانية للمياه المهندس نديم عبد الوهاب ونائب مدير الصرف الصحيب بالمديرية سامي أنور بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة في الختام نعود ونذكر بالعناوين رئيس الجمهورية يلتقي سفيري الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة لدى بلادنا مقتل عدد من الميليشيات الانقلابية خلال مواجهات مع الجيش الوطني والجيش الوطني يسيطر على عدد من المواقع في المخا غرب تاز قوات الجيش الوطني تتقدم في صعدة وتسيطر على عدد من المواقع بمحور البقعة ختام النشر لكم أجمل التحايا وأطيب المناس سلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة